اهلا بكم في خلقة جديدة النهاردة هو فيديو بديد والنهاردة موضوع مختلف قوي قوي هي فكرة جاتلي بصراحة من one of my fans هو قلي على الفكرة بس عجبتني جدا جدا النهاردة هنعمل تحليل لأبطال المسلسل لقلق وهنعد نتخيل أو نتوقع كل شخصية هتنتمي البورج ايه طبعا الناس اللي تبعت المسلسل اكيد هم عارفين كل الشخصيات عايزاها كلكم تقولولي انتوا بتشوفوا كل حد شخصيته ايه هنتكلم طبعا الابطال الرئاسيين وفي مفاجئات كتير جدا طبعا اول حاجة لفريق العمل انا متفرجش على مسلسل قوي بصراحة لانا عنديش وقت تفرج على تلفزيون بس كنت بشوف مقاطة طبعا مسلسل تعرض لهجوم كتير جدا يعني بس في الاخر هو انتاج ضخم ويعني لكل التم بتاع العمل وان شاء الله بإذن الله يكون خطوة كده لنجاح اكبر انا بصراحة وان اف the biggest فانز لمحمد سامي عشان هو عزراء بصراحة بحسن عنده فكرة كده وعنده طاقة وعنده طريقة معينة وما قدرش ننكر سواء ان فيه نيس مثلا بتشوف ان عندهم كونسرز عليه او لا بسواء شخص ناجح بيعرف يحط اسمه في مكان صح حتى لما عمل يعني دايما الاعمال بتاعته او الشغل بتاعه بيبقى معروف انه هو حاجة ناجحة يعني حاجة ليها الصدا بتاعها بيبقى قوية طيب فغض اصير بقى على الناس اللي هي ضد ومهاجمين المسلسل تعرج اللي يجون كتير جدا او الناس اللي هي بتسابورت المسلسل النهاردة هنحلل كل الشخصيات بتاعت مسلسل لقلق وهنقول بقى كل شخصيات تنتمي البورج ايه؟ عايزاكوا كلكوا تتوقعوا تحت اوكي؟ وخاصة شخصيات مجدي عشان ده عارفين اللي هو فتأ احلام زي دلوقتي زي حسين فهمي هو فتأ احلام كل بنات مصر مجدي وعايزاكوا تتخيلوا لقلق بورج ايه؟ وتتخيلوا كمان اسمه طارق بورج ايه؟ فاقولولي بقى كل برسناليتي انتوا تتوقعوا ما بورج ايه؟ طبعا عاد تحلل كتير جدا جدا الموضوع ما جايش هباقا لانا عاد تحلل وعاد تفكر وعاد تعمل الانالتكس كتير قوي قوي عشان اقدر اذاكر المقاطع اللي شفتها طيب خلونا نبتدي انا هخلي لقلق للاخر ومروة للاخر فكان دايما لقلق اللي هي البطلة اللي هي مية عمر congratulations فلقلق وطارق اللي هو احمد زاهر مجدي هلال اللي هو ادوارد اللي بصراحة انتفوق على نفسه انا حبيت جدا دايما اسم لكن لو ارجع ميش ا حبيت جدا الاداء انا بحب تمثيل احمد زاهر وايدورث كان رائع بصراحة اه با سأن متوقعی شرنو بيكل ناس بورجه ايه؟ طية لونة نبتدي بطارق طارق هو بورجه يا جماعة بس قلولي بورج شيء ب governor ايه ام f позвол o levo بجدًا وخاصه الناس كان متابعا مسلسل عارفا ان ممكن ناس كتير مشاتش متابعة المسلسل بس هو مسلسل عاملناش نسبة مشاهدة عليя شيء نقابلنا هو عامل نسبة مشاهدة عليها جدا طارق برج السرطان وهقول لي برج السرطان عشان طارق كان شخصيته دايما هو شخصية الطيبة يعني هو كده كده طيب طارق اللي هو كان حنين كان جدع مع لقلق جدا أخذها مثلا مش تنك هو مش شخص مغرور لا هو برج السرطان برج جدع برج طيب برج حنين برج كريم يعني هو كان دايما جبلها هدايا وكان بيسمحها كتير يعني هو في الآخر كان قلبه عاطفه اللي تتحكم فيه والدليل على كده ان حصل منها كذا موقف في الآخر كان بيرجع لها تاني او بيقرر ان هو يرجع لها تاني فبالتالي هو شخص رومانسي قلبي بتحكم فيه مش او عاطفي كمان مش عقلاني قوي وهو مثلا اللي طلحها وتبناها سرطان يعمل كده فدي 100% سرطان يعني فيه شخصيات ممكن اقول لكم options فيها بس الطارق اللي هو شخصية أحمد زاهر هو officially cancer يعني سرطان جدا بلاس كمان هو كان بيغير عليها كان لما حصل شرنوبي او اللي هو كان اسمه بودة ده ظهر في حياتها لا هو شخص غيور شخص شكاك وقت الشدة وقت ما يحتاجه بيبقى شخصية قوية كان بيبقى شخصية قوية شخصية انتقامية ما كانش بيسكت عن حقه كان بيتعمله حساب فهو أفري بورج السرطان شخصية ماجدي هلال شخصية ايدوارد ايدوارد اوفيشلي بوردو بورج التور هو رومانسي جدا فدر فترة كبيرة جدا هو بيحب لقلق وما اعترف لهاش بمشاعر وغير في الاخر خالص هو بورج التورن الابراج اللي مش سهل تعترف بمشاعرها وممكن يفضل سنين وسنين بيحبك وحاسس بمشاعر قوي جدا ناحياتك بس مش هيجي يقول لك غير كده هو رومانسي جدا حنيا بروتاكتف بروتاكتف وفي الاخر هو قتل الشخص اللي كان بعرضها كان كل همو السكيريتي بتاع لقلق كان مفكر جيد عنده الشيك قوي هو دايما مديرين اعمال تحسنه مع الشيك كده وإليجنت بعرف اللي بيسو حلو جدا عنده وثق في نفسه عنده هو ستار مايكر يعني هو ستارز مايكر فهو عنده التالنت دي هو خد لقلق وهي ما بتعرفش تتكلم أصلا خلها من ثانية للقلق فهو شخص ناجح في شغله اسمه معروف وده الطور شخصية بورج الطور فبالتالي هو أوفيشيلي بورج الطور وهو بيشتغل على نفسه بيطور من نفسه كان بيطور من لقلق كان بيقف جنبها وقف ضهرها وفي الآخر هو قتل علشانها لأن البرج الطور ممكن لما يتعصب هو طيب ولطيف وإحنا إنه ده مخفيف كل حاجة بس لما يتعصب بيخرج شخصية جديدة محدش في الدنيا ممكن يتخيلها طيب ندخل بعد يعني كده شخصية بودا وهو برضو عمل الدور حلوة جدا جدا وبودا بورج ميزان هو ليبرا ليه بقى لأنه كان شخصية مترددة كانت اللي بتتحكم فيه وتعمله بلانز واللي بتحركه مروى هو ما كانش ديسيجن ميكر في نفس الوقت هو رومانسي على فكرة هو في الآخر حاب لقلق وفي الآخر ما قتلشه مروى ساري في الآخر حاب لقلق وفي الآخر ما قتلش لقلق معملش البلانز تاعت مروى فهو شخص برضو يعني يعني عواطفه بتتحكم فيه يعني هو شخص رومانسي هو بدأ بخطة ضد اللقل وفي الآخر حابها هو متردد لأنه كل شوية غير قراراته لما جي الفيديو بتاعها اللي هو صورها فيه كان عايزة زي ما أزهاش فرقش هيفاق فيش لبورج الميزان بيحب الخروج بيحب يعرف يتنطط مش عارفة يعني كاميليا اللي هي الجميلة نرميل فيها بيحبها قوي قوي أصلا بورج العزراء بورج العزراء لأن هي كان في كمبيتيشن مع لقلق وفي منافسة شديدة وبيقطعه في بعض ومنافسة قوية جدا جدا بس بعد كده لما اكتشفت قد هي هي كان طيبة يعني هي على الأد ما تبان قصية وتبان صعبة وتبان أن هي شديدة بس هي كان بتصعب عليها لقلق لما تعرفت عليها لقيتها طيبة بقيت supportive لها ولما كانت ناس توقع ما بينهم يعني هي كانت دايما بتبقى رد فعلا بسبب توقيع الناس بس هي شخصية قوية شخصية نجحة بتحب شغلها ما كانتش بتتأثر من الحاجات السلبية هي مركزة على شغلها وبس يعني دايما لما كانت لقلق بتحارب فيها هي بتتدايقها صحيح وكل حاجة بس هي يعني مهما حصل وكان في مركز على شغله بيهتم بشغله فهي بورج العزراء لما حصلت ولقلق داخل مستشفى هي بتفكر برضو هي عقلانية بس في نفسه راتش اموشنال وطيبة جدا جدا طيب بعد كده داليا اللي هي شخصية هيدي كارم وانا كمان بحب هيدي كارم عشان هي فيرجو زي طيب هي بورج الحوت عشان هي شخصية دراماتيك شوية كل شوية تعمل مشاكل مع طهر بتتخاني مش عارفة ايه بتفكر يعني بتفكر بعاطفها اكتر من عقلها هي شخص كمان يعني دراماتيك شوية كانت داما تعمل مشاكل في الدراما بس هي طيبة في الاخر مش شخصية قوية قوي لان طرق كان بتحكم فيها وكانت تقل برضو اللي هي نهال دي بتتحكم فيها بس انا شايفة داليا بورج الحوت انا على فاك لازم اصرع لانه موبايل يفصل شحن نهال اللي هي شخصية نهال نهال بورج الجدي انا شعرف زي اسمه ده بحبها جدا اصلا نهال بورج الجدي لان هي برضو بالرغم ان الطرق ضحك عليها واستغلها وخصل ما بينهم وخلفت منه بس في الاخر هي مركزة على ان هي هو بيجيب لها دخل بيمركزة على شغلها ما ثابتش الشغل معا انا شايفة جدي جدي هو اهم حاجة عندي شغلي اهم حاجة عندي هو عملي جدا جدا مش ايموشنال بالرغم ان كل اللي حصل من طرق لان هي كمالت معايا وفضلت معايا وفضلت بتشتغل معايا طيب ام اللقلق اللي هي الفنانة سلوى الفنانة سلوى عثمان انا شايفة ان هي سرطان شايفة ان هي عاطفية جدا شخصية وشايفة ان هي بتحس عندها حسة سلسة دايما الناس عندهم حسة سلسة بشوف ان هما كانسر طيب ابو لؤلؤ انا شايفة ان هو جوزاء اهم حاجة عنده مادي شوية مش مش ايموشنال اهم حاجة عنده عنده الفلوس وعملي مش يعني مش سهل ان انت تتأثر عليه يعني اهم حاجة عنده ان هو يعمل الفلوس انا شايفة ان هو شخصية جوزاء وخلاص انا شايفة ان يتخاني معي بوصو اي اعا اللي هو مهران اللي هو اسمه كوكس لشان انا بحبه قوي لما كان بيعولها عملها الاغنية بتاعت لما دخلها للستوديو وقعدت تتغاني الاغنية هو اسمه كوكس كوكس ده بورج القوس يعني هو عملي ولطيف ولما طريق جي اخد الكونتراكت بتاعها منه كان لطيف جدا وايزي موز وكده وخد فلوسه قال انا متراضي وانتي راحة الاحسن واحد في الدنيا اللي هو كده سالس فلاكسبل كده والدنيا معاه خدوة دي هو كوكس اسمه محمد مهران اعتقد فانا شايفة ان هو كمان بورج القوس طب نيجي بقى للخلاص بقى البيج هانس بقى مين مروى بورج العقرب بورج العرب لان بورج العرب هيكت لطيفة مع لقلق وظريفة وخلوة وقريبة منها بس وانس ان مصلحتها جات انتقامة يعني ليها بقت شخصية انتقامية فالعقرب هو اكتر شخصية انتقامية فبالتالي شايفة ان مروى اوفيش لبورج العقرب لقلق بقى تخيلوا دلوقتي يقولولي لقلق هي بورج ايه انا لازم اجري بسرعة عشان موبالي هبصل الشح لقلق اوفيشيلي كمان من غير اي تردد هي بورج الحمل حمل لان هي شخصية لما كانت ثانية شخصية قوية شخصية عليها ردود افعال سريعة متهورة شوية عصبية بتضرب بتتخانق بتزعق فهي انا شايفة ان لقلق اوفيشيلي بورج الحمل عصبية انتقامية متسكتش عن حقها بترد على طول مش عارفة مرة ضربت يعني هي متهورة متسرعة في نفس الوقت هي رومانسية في نفس الوقت هي حنينة في نفس الوقت جدعة في نفس الوقت صاحبة هو بورج الحمل بورج جدعة على فكرة قلبها طيب في الاخر بس هم تسكتش عن حقها وانتقامية ومتسرعة ومتهورة قدمها خفيف شيك جدا فهي طمعا لازم تكون بورج الحمل فكده خلونا الراجعة بسرعة لقلق بورج الحمل طارق بورج السرطان مجدي بورج التور بودة بورج الميزان كاميليا عزراء داليا حود نهال جد أم لقلق السرطان أبو لقلق جوزاء مهرام قوس جوز كاميليا انا بشوفه بورج القوس برضه بيمشي اموره وكده كان دايما نقولها وحاجات كده الناس العملية في المسلسل ليه اخترت مثلا نهال اللي هي بورج الجد عشان هي عملية شخصية ام لقلق عشان شيء اموشنل وكان عندها حاسة سادسة طارق لو احمد زاهرة سرطان اموشنل رومانسي جدا حبيب هو كان بيحب لقلق بجد وحبه كان حب صادق وحبه حب حقيقي مجدي كان بيحميها كان بيحبها بجد مش عايز منها مصلحة بورج التور مخلص ليها بورج التور من الابراج المخلصة جدا جدا كانسر كمان هو مخلص جدا جدا مروه عقرة ده رأيو ده تحليل شخصيات بتاع المسلسل لقلق قولولي انت تتفق معي ولا لا قولولي انت رأيوكو ايه شخصيات بتاع المسلسل بتشوف ان هما ابراج ايه لازم نقف الحلق ان الموبايل هيوصل شحن طبعا كنتش عارفة دي بسرعة 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 تانكيو وانا شايفة الخامنس بتاعيكو يلا بقى عايزكو كلوكو تقولولي انتو تتخيلوا يعني او انتو كنتو تتوقعوا مثلا كلش ناس تفرجتها المسلسل كل واحد شخصيتو تبقى بورج ايه